لأول مرة في تاريخ أمريكا يعلن وزير الأمن الداخلي السادس من يناير 2025 يوما ذا طابع أمني خاص National Special Security Event وهو اليوم الذي سيصادق فيه الكونغرس الأمريكي على عد الأصوات في جميع الولايات الأمريكية وعلى نتيجة الانتخابات رسميا وسيكون فيه على خلاف العادة استنفار وتعبئة واسعة النطاق على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي وانتشار للقوات حول مبنى الكونغرس الأمريكي مبنى الكابيتل يدق الديمقراطيون نقوس الخطر إزاء خطاب المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب مع اقتراب موعد الانتخابات واقتراب فرص المرشحين والسيناريو الذي يحذرون منه هو تكرار ما حدث في السادس من يناير 2021 حين اقتحم محتجون مبنى الكونغرس الأمريكي احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية لكن خبراء في الأمن القومي يستبعدون تكرار مثل هذه الحادثة وفي حين يسلط الديمقراطيون الضوء على تردد الرئيس السابق دونالد ترامب في استدعاء قوات الحرس الوطني للاستجابة للوضع الأمني المتفاقم في السادس من يناير 2021 فإنهم يتوقعون أن لا يتردد الرئيس بايدن في استدعاء هذه القوات إذا تطلب الأمر في السادس من يناير 2025 منذ أربع سنوات تعرض المئات من المشاركين في تلك الحادثة للمحاكمة وحكم على قيادات بعض المجموعات المشاركة فيها بأحكام مشددة مما أضعف هذه المجموعات مثل والتي تحدثت في ذلك العام عن أن بعضها لم يكونوا يقصدون الأذى الذي آلت إليه الأمور وكانوا يدعون إلى وحدة الصف بين جميع الأمريكان ولكن حدث ما حدث وتفاقم الوضع كما شهد الجميع وما يزال تهديد هذه الأحداث قائما حسب إيمي كوتر الخبيرة في تطرف ضد الحكومة بمركز دراسات الإرهاب والتطرف ومكافحة الإرهاب في معهد ميدل بري وعدد من الخبراء الآخرين الذين سأستعرض آراءهم وتقييماتهم لما قد تأول إليه الأمور بعد الانتخابات التي ستجري بعد أسبوع من الآن مرحبا أنا عبد الرحمن سراج مهتم بالشأن الأمريكي ألقي في هذا الفيديو نظرة سريعة على بعض التحليلات المتعلقة باندلاع أحداث عنف بعد الانتخابات وما قد ينجم عنها والاستعدادات الأمنية الكبيرة اليوم لانتخابات وفترة الانتقال الرئاسي حتى استلام الرئيس الجديد في البداية تشير الخبيرة إيمي كوبر إلى أن الظروف المواتية لوقوع أحداث عنف أقل اليوم مما كانت عليه في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 التي اندلعت خلالها موجة مظاهرات عارمة بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد إثر تعرضه لاعتداء من قبل أحد أفراد الشرطة لا تلحظ كوبر وجود تنظيم عهال لدى بعض المجموعات التي قد تقدم على العنف بمستوى شبيه عما كان موجودا قبل السادس من يناير 2021 ولذلك تتوقع إذا وقعت أحداث أن تكون بحجم أصغر حتى لو كانت منظمة ورغم كل ذلك ما يزال الوضع آيلا للتغير بسرعة بعد الانتخابات وفقا لنبرة الخطاب التي ستسود المشهد في حينها وحتى نكون واضحين هذه الاحتمالات واردة من الجانبين نجى ترامب من محاولتي اغتيال الأولى في يوليو الماضي والثانية في سبتمبر مطلق النار الأول ماثيو كروكس قتل بعد أن أطلق النار على تجمع الانتخابين لترامب في بنسلفينيا ليترك جرحا سطحيا على أذن ترامب ولم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI من تحديد دافعه بوضوح أما مطلق النار الثاني راين روث فقد وجد بحوزته سلاح في ملعب القلف الخاص بترامب بولاية فلوريدا قبل أن يطلق عليه النار أفراد الشرطة السرية وجدت ال FBI أن روث عبر في السابق عن رغبة قوية لديه في قتل ترامب الذي يعتقد أنه غير لائق بمنصب الرئيس تقول الخبيرة أن أحداث العنف من قبل اليسار تميل إلى أن تكون حوادث منفردة وأقل تنظيما من الحوادث التي قد تنجم عن اليمين ولذلك تستبعد وقوع أحداث عنف من جماعات يسارية بنفس حجم وتنظيم ما حدث في السادس من يناير 2021 ولكن الأمر لا يخلو حسب ما رصدته من مخاوف شبيهة من بعض المجموعات اليسارية الشرطة السرية تعرضت لانتقاد شديد بعد تعرض ترامب لمحاولته اغتيال لذلك تقول أنها استعدت بشكل جيد لمرحلة الانتقال الرئاسي هذه المرحلة هي الفترة من موعد الانتخابات الخامس من نوفمبر إلى موعد تسلم السلطة من قبل الرئيس الجديد سواء كانت هاريس أم ترامب في 20 يناير 2025 يوم التنصيب وبينهما يوم المصادقة على نتائج الانتخابات في الكونغرس السادس من يناير 2025 الذي أعلن يوما ذا طابع أمني خاص National Special Security Event بناء على طلب عمدة واشنطن دي سي موريل باورز بسبب ما حدث في يوم المصادقة على الانتخابات السادس من يناير 2021 هذه الطبيعة الأمنية الخاصة بالمناسبة تنطبق أيضا على يوم تنصيب الرئيس 20 يناير ويوم خطاب حالة الاتحاد السنوي State of the Union الذي يشهد أيضا تعبئة واستنفارا أمنيا على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى المحلي لضمان استتباب الوضع الأمني الجهة التي ستتولى إدارة الخطط الأمنية وتصميمها وتنفيذها ستكون الشرطة السرية Secret Service التي تعمل عن قرب مع شرطة Capitol Capitol Police وشرطة الحدائق U.S. Park Police وإدارة شرطة العاصمة في D.C. Metropolitan Police Department of the District of Columbia لتصميم خطة أمنية حول مبنى الكابتل في السادس من يناير القادم وتنفيذ هذه الخطة هذه الخطة ستكون شبيهة كما ذكرنا بما يجري في يوم خطاب حالة الاتحاد State of the Union Address الذي يلقيه رئيس عادة في كل عام في شهر يناير أو فبراير ويقدم ملخصا عن أهم القضايا التي تعاملت معها الحكومة الأمريكية في ذلك العام وتهم المواطن الأمريكي تتضمن الاحتياطات الأمنية مد سياج غير قابل للتسلق حول أرض الكابتل كما ستغلق الشرطة الكابتل الطرق المؤدية إلى المبنى بصورة مؤقتة وسيتم تجهيز مركز أمني بين الأجهزة المنخرطة في ضمان استتباب الأمن في ذلك اليوم تعمل على مدار الساعة للتنسيق والتواصل ومشاركة المعلومات خلال الفعالية يعتقد كيران دويل مدير بحث أمريكا الشمالية في منظمة أكلد أنه في حال خروج مظاهرات كبيرة الحجم أو وقوع أحداث تمرد أو اشتباك يرجح أن يطلب الرئيس بايدن وحكام الولايات تدخل الحرس الوطني دون تأخر مما يزيد من احتمال إيقاف أحداث العنف بسرعة أكبر مما كانت عليه في 2021 في ذلك اليوم قبل أربع سنوات كانت هناك قوات من الحرس الوطني لكن عندما طلب عمدة واشنطن دي سي تدخل المزيد من هذه القوات لم يقابل طلبه بالإيجاب لأكثر من ساعة بعد أن فاق دفاع المتمردين احتمال شرطة الكابتل ونشرت قوات الحرس الوطني الإضافية في الساعة الخامسة مساء بعد أن كانت الاحتجاجات شبهة منتهية وفي ذلك الحين كان على نائب الرئيس مايك بينس أن يوافق على طلب نشر القوات بسبب غياب أي رد من قائد القوات المسلحة في ذلك الحين الرئيس دونالد ترامب الذي اختفى لأكثر من ساعتين قبل أن يطلب من المحتجين العودة إلى بيوتهم فاندا فيليب براون مدير بادرة الأطراف المسلحة من غير الدول في معهد بروكينغز تعتقد أن الوضع في ظل إدارة بايدن مختلف كثيرا عما كان عليه في ظل إدارة ترامب حين كان مواتيا أكثر لوقوع أحداث عنف وتشير إلى ثقتها الكبيرة في أن أي فعل من هذا القبيل سيقابل برد مبكر وسريع وأكثر حزما من القوات الفيدرالية للحد من انتشاره والسيطرة عليه لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن المجموعات التي قد تخطط لمثل هذا العمل ربما تكون مسعدة أيضا أكثر من السابق وأن بعض أفراد الحرس الوطني والشرطة المحلية قد يشاركون في خطة هذه المجموعات ولدى سؤال الحرس الوطني عن احتمال وجود تهديد بالتطرف أو الانشقاق في صفوفه أجاب في بيان أنه على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم بعد الانتخابات وخلال يوم تنصيب الرئيس الجديد وأكدا أن الحرس الوطني لطالما قدمت دعم اللازم لتنصيب جميع الرؤساء منذ أيام الرئيس جورج واشنطن وإنه شريك موثوق للشرطة السرية ولأي جهاز مدني آخر يتولى حفظ الأمن في هذه الفعاليات التاريخية إدارة الرئيس بايدن اتخذت من جهتها خطوات للحد من احتمالات التطرف في صفوف الجيش أيضا بما في ذلك توجيه أصدرته في عام 2021 جرى بمجبه تحديث الأسئلة التي تطرح على الراغبين بالانضمام إلى صفوف الجيش وتوضيح أن أي خطوة ضد الحكومة أو ضد الديمقراطية هي انتهاك للقانون الموحد للقضاء العسكري الذي ينطبق على جميع عناصر الجيش يضاف إلى ذلك أجهزة الشرطة المحلية التي قد يكون خطر الانشقاق في صفوفها أكبر خاصة إذا اشتعل العنف في ولايات ومدن أخرى في مناطق مختلفة في أنحاء الولاد أجهزة الشرطة الأمريكية تتبع للجهات المحلية ولا يجمعها قانون موحد ولذلك تظل الأضعف من ناحية الموثوقية وفي الواقع ربما يكون السبب الأكبر وراء المخاوف بشأن أحداث عنف بعد انتخابات في طاب دونالد ترامب واتهام الديمقراطيين بسرقة الانتخابات ورفضه قبول نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 ترامب عزز هذه المخاوف في بداية شهر أكتوبر الجاري حين قال إن المشكلة تكمن في الأشخاص الذين داخل المنظومة دعين إلى استخدام الجيش ضد من وصفهم بمجانين اليسار المتطرف بايدن أدل بتصريح ردا على كلام ترامب في هذا الشهر أعرب فيها مخاوفه بشأن ما قد يفعله ترامب ونائبه في حال خسارتهما وعن ثقته بأن الانتخابات ستكون حرة معادلة لكنه ليس متأكدا ما إذا كانت ستكون سلمية فما قاله ترامب وعدم قبوله بنتيجة الانتخابات أمر شديد الخطورة حسب بايدن إحدى أبرز العوام التي أثرت في أحداث السادس من يناير هي المجموعات والميليشيات المتطرفة التي ساعدت في التخطيط لما جرى رغم اتسامه إلى حد كبير بالعشوائية والفوضوية يعتقد خبراء أن هذه المجموعات تراجعت قوتها إلى حد كبير بعد اعتقال الكثير من أعضائها بمن فيهم زعيم مجموعة براود بويز إنريكي تاريو وزعيم أوث كيبرز ستيورد روتز ومن ذلك الحين تراجعت وطيرة الانضمام إلى هذه المجموعات والميليشيات وفقا لبيانات مركز أكلد الذي وجد أن عام 2024 شهد أقل معدى الانتسام للمجموعات المتطرفة منذ أن بدأت تتبع هذه البيانات في 2020 والسبب الرئيس في ذلك هو القبضة الحديدية لوزارة العدل الأمريكية التي أضعف تياكل هذه المجموعات وبثت الخوف لدى كل من يفكر بالانتساب إليها لكن من غير المستبعد أن تكون هذه المجموعات ناشطة في مساحات أخرى حسب خبراء آخرين فقد زاد نشاط العديد من المجموعات اليمينية العنصرية والتي توصف بأنها من النازين الجدد مثل باتريت فرونت وأكتيف كلابز وويت لايف مارز وبلود ترايبز وقد حذر تقرير لمنتدى Just Security Electronic هذا الشهر من أن مجموعة Proud Boys الفاعلة في أحداث السادس من يناير 2021 ما تزال ناشطة وتمثل تهديدا إلى الآن وإنها طورت نموذجا يتميز بالقيادة الذاتية المحلية غير المركزية مما يعزل قدرتها على تفادي رقابة الجهات الحكومية وقد نشر صانع الأفلام نيك وستد مؤخرا فيلما وثاقيا بعنوان 64 يوما الطريق إلى التمرد 64 Days The Road To Insurrection الذي يتتبع قصة Proud Boys وصولا إلى أحداث السادس من يناير 2021 ويقول إن المجموعة تطورت كثيرا منذ ذلك الحين هذه كانت نظرة سريعة على أبرز التحليلات بشأن احتمالات وقوع أحداث عنف بعد انتخابات الرئاسة 2024 لا يرجح أن تكون هذه الأحداث إن وقعت ذات أثر جوهري وباعتقاد وحسب عدد من الخبراء من المستبعة حدوث أي قلاق لا تزعزع الوضع الأمنية في الولايات المتحدة وربما قد نتناول في فرص أخرى بالمستقبل القوة الحقيقية التي تتمتع بها الحكومة الفيدرالية في أمريكا التي تحول دون وقوع هذه الأحداث وتجعل أمرا مثل وقوع حرب أهلية أو انفصال ولاية شبه مستحيل أشكركم على حسن المتابعة وأتطلع إلى قراءة تعليقاتكم واقتراحاتكم حتى الفيديو القادم دمتم بخير وإلى اللقاء